السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داكاترتنا الغلين مرحبا بكم في ميديول من اهم الميديولات اللي هتعد عليك ألا وهو يا داكاترة ميديول الكارديو بالموناري طبعا في اول محاضرة انا حابب طبعا اشرح النظام واشرح الطريقة اللي هنمشي بيها وبرضو افاهمك المنهج بتاعك اوله ايه واخره ايه طيب اول حاجة لازم تبقى فاهمها اولا طبعا داول نموزك سري دي هنشتغل عليه دلوقتي بس قبل ما نبدأ الشغل انا حابب اقول لك ان ميديول الكارديو بالموناري في النظام القديم كان عبارة عن ميديولين من فصلين ميديول بتاع الكارديو بتاع القلب بيناقش الاناتوم بتاع القلب وميديول تاني بتاع مين بتاع اللانج بيناقش الاناتوم بتاعها او بيناقش الاناتوم بتاع الاناتوم عن متن مش اللانجو بس وممكن نقول عليه انه هو كان ميديول تقيل شويتين ثلاثة فلما ضموا ميديول الريسبرياتري مع ميديول الكارديو وعملو لك ميديول الكارديو بالمونري لازم تبقى فاهم ان ميديول الكارديو بالمونري الصعب فيه هو الانتهم الخاص cualquier خاص بميديول بلمونري او الريسبرياتري مش الخاص بالكارديو بتاع الكارديو سهل وبسيط جدا ان شاء الله تمام فمثلا تعال كده نشوف سوا المنهج بتاعك كده اهو يا ده كترة دون الفهرس بتاع كتاب القسم بتاعك طبعا انت عندك المفروض ادي واحد اتنين تلاتة تلات سابات ده على الورق بس في الواقع انت يعتبر عندك خمسة ماشي? عندك ده الاولاني ده التاني ده التالت ده الرابع ده الخامسة. فكل واحد من دول طبعا بدايته رقم الصفحة اللي بيبدأ بها اهي. اه دايما لما بيجي يبدأ الشابتر بيبدأ بالاناتومي. تمام? دايما دي حاجة مفهومة لان الاناتومي من العلوم الاساسية اللي بتبدأ تأسس عليها وتبني عليها ايه? اه باقي العلوم. وده هيوضح طبعا اه قدام بقى لما تبدأ تاخد فارما وتبدأ تاخد بسولوجي والكلام ده كله ان شاء الله في سنة تانية. لكن عمتا كل شابتر من الشباتر اللي قدام حضرتك دي ماشي? بيبتدي بالاناتومي. طيب انا قلت لك ان انت عندك يعتبر خمس قدي الاولاني قدي التاني قدي التالت قدي الرابع قدي ايه قدي الخامس. كل واحد من دول بيبدأ بايه بي? طيب مين فيهم يا دكتور اللي يعتبر تابع ميديول ومين فيهم اللي يعتبر تابع ميديول الكارديو ما احنا قلنا الكارديو بالمونر ده كان عبارة عن ميديولية. هقول لك بص شايف الشابتر التاني والتالت دول هما دول يا دكتورة الايه الكارديو. تمام? اما باقي الشباتر يعني ده وده وده كل دول يعتبروا ايه تابع طيب عزمي اول كلام اه انا بديك المقدمة دي لان انا اول ما اجي ابدأ شرح معاك هبدأ بيه هبدأ بمين هبدأ بيه تحديدا هنبدأ كده من عند الشابتر الرابع. تمام? هنبدأ من عند ايه الشابتر الرابع. طيب ليه يا دكتور بتبدأ بميديول والله دول لسببين. السبب الاولاني ان لو فرضنا ان الاناتومي في الميديول ده مية في المية. ماشي? احب اقول لك ان الاناتومي بتاع لوحده بيمثل حوالي سبعين في المية. سبعين في المية. تمام? بينما اناتومي الكارديو بيمثل فقط حوالي تلاتين في المية. بس من الميديول. فالاصعب والاكتر هو ميديول مين? هو ميديول تمام? دي النقطة الاولانية. النقطة التانية ان احنا هنمشي من فوق لتحت يا ده كدر. يعني في ميديو الريس بيراتور احنا نشوف الاناتوم الاول بتاع الانف او النوز بعدين ندخل على الفارنكس وبعد كده هنبدأ ننزل بقى على الثوركس او منطقة الصدر بقى ونشوف الاناتومي بتاع تصوى الهوائية والشعب الهوائية البرونكاي والتراكية. اه وكمان نشوف الاناتومي بتاع وبعد ما نخلصه نشوف بقى ايه الاناتومي بتاع مين بتاع الهورت? الاوعية الدموية بتاعه. فاحنا ماشيين من فوق لتحت. فاهم الفكرة? فهو ده السبب اللي هيخلينا نبدأ بايه بيه? آآ ان هو الاكبر والاتقل والاصعب زائد ان هي يعتبر ترتيب منطقيا. وفي النظام القديم كانوا بيبدأوا فعلا الريس بيراتوري بعد كده بيديك الكارديو. كان الريس بيراتوري في اخر سنة اولى والكارديو في اول سنة دانية. تمام? طيب عظيم اول الكلام دي دي كده. كده انا فاهمتك الفكرة وفاهمتك هنمشي ازاي? وهتبقى بدايتنا مع مين مع الشابتر الرابع دول. آآ طبعا انا المذكرات اللي هنزلها لك هنزل لك المذكرات مرتبة آآ بالشرح اللي انا بشرح عليه. وبرضه ممكن ابكتب لك كل مذكرة موجودة فين في كتاب الاسم عشان اللي بيتابع من مذكراتنا تمام? اللي بيتابع من كتاب الاسم تمام? كلا هما يعني ايه آآ زي بعض بالضبط. تمام? وان كانت المذكرة بتزيد النهاية بتحط فيها الصور توضحية وحاجات عشان تسهل عليك الموضوع اكتر واكتر. تمام? دي كانت مقدمة عشان تفهم النظام. تعالوا كده بقى ناخد مقدمة عامة عن اللي هنبدأ ايه? اللي هنبدأ به. تعالوا كده آآ نفهم سوا احنا نشرح ازاي? طبعا في المحاضرة الاولانية. المحاضرة الاولانية بتبقى دايما مقدمة وشرح عام كده الموضوع عشان تبقى فاهم الفكرة. آآ انا في آآ المحاضرة الاولانية دي يا دا كاترة. آآ هبدأ في وهشرح يعتبر اول جزء منه. ايه يا دكتور الجزء اللي انت هتشرحه? الجزء اللي بيقابل او اول جزء بيقابل الهوى اللي احنا بنتنفسه طبعا. اللي هو او تجويف الانف. تمام? ثم بعد ما نخلص تجويف الانف. تمام? بنيجي وراء بنلاقي شايفين يا دا كاترة الفارنكس دوا. الفارنكس دا تعتبر زي مكان مشترك. ماشي? بيدخل فيه اكل وبيدخل منه هوى. عشان كده احنا ساعت نقدر نتنفس من ايه من الفم بتاعنا اهو. شوفوا حتى لو كبرت. المنطقة دي يا دا كاترة اهو. لهم سيلكم مشيلكوا عليها هو بالقلم. المنطقة دي كده دا كاترة. بصوا من اول هنا كده. وانت نازل 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 كل اللي انا مشيت عليه دا اهو. كل المنطقة دي كده اهي. دي كده تعتبر كلها ايه? الفارنكس. تمام? زي ما هو واضح الهوى لما انا بجي تنفسه بيخش كده اهو. بيعدي عالفارنكس. او لو انا تنفست من عند الفم برضو بيخش على الفارنكس. او لو انا جيت اكلت اي اكل برضو بيخش على الفارنكس. ماشي? ده برضو هندرسه بالتفصيل. تمام? آآ ثم بعد كده هندرس الايه اللارنكس. تمام? آآ هندرس اللارنكس او الحنجرة. ثم بعد كده هندرس التراكية والبرونكاي اللي هي القصبة الهوية والشعب الهوية. ثم بعد كده هندرس ايه اخر حاجة اللنج. تمام? آآ ده بالنسبة طبعا ايه? طيب تعالوا نبدأ سواء بآآ اول حاجة عندنا الا وهي ايه? الا وهي او تجويف الانف. بصوا ده كثرة اول عشر دقايق في المحاضرة دول. انا يعتبر هديك الموضوع كله بصورة عامة. هكلمك عن الموضوع كله بصورة عامة. بعد ما اكلمك عنه بصورة عامة تبدأ تجمع معي الافكار المهمة والمصطلحات اللي هتبقى جديدة عليك وغريبة عليك. هبدأ بقى اشرح لك تاني الموضوع شرح تفصيلي ممل. تمام? هتلاقينا بنحط في نمازج سري دي عادي. هتلاقينا بنقرأ في المذكرة. هتلاقينا بجيب لك صور توضحية او صور من ايه? من الاطلسات بتاعت الايه? الانترومي وقيره. تمام? لكن مهم جدا بالنسبة لي اول عشر ده في المحاضرة دول? ولا اول ربع ساعة في المحاضرة? تركز معي عشان انا هلملك المحاضرة كلها بصورة عامة. تمام? وهديك نقط اساسية هبدأ افصلها واشرحها بالتفصيل في آآ باقي المحاضرة. طيب ايه يا دكتور اللي انت عايز تكلمني عنه? بصوا يا دا كترة انا لو جيت عدلت كده النموذج الثري دي دون وبعدين جيت بصيت هلاقي مين دي? هلاقي دي النوز. طبعا انت عارف النوز ليها فتحتين. تمام? النوز ايه? ليها فتحتين. انا كل اللي عايزك تعرفه ان النوز مش بس الجزء اللي انت شايفه الخارج ده. لا 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 لا. النوز يا دا كترة ليها تجويف موجود جوه الجمجمة. تمام? والحتة دي مهمة بالنسبة لي. لو انا جيت قلبت النموذج ده للايه على الجانب كده زي ما انت شايف. بصوا كده يا دا كترة. بصوا كده. اهو. نعم. بصوا دا كترة. الخط اللي انا هرسمه ده اهو. الخط ده هيقسم لي النيزة الكافتي او تجويف الانف وتجويف الانف بالمناسبة عشان تبقوا فاهمين هو اللي انا همشي على حدوده دلوقتي ده. كل اللي انا مشيت عليه دوا يعتبر هو تجويف الايه الانف. تمام? اغير لك بقى اللون. الخط اللي انا رسمته ده يا دا كترة زي ما انتم شايفين اسم لي تجويف الانف دوا ليه جزئين. قادي الجزء الاولاني رقم واحد وقادي الجزء التاني رقم اتنين. طيب. الجزء الاولاني دوا هو دوا اللي انا شايفه. اللي هي المناخير الخارجية او الانف الخارجية. حتى شوفه اهو. الجلد بتاعنا اهو مبرا اهو. تمام? ونازل اهو نازل على الشفة. الجزء اللي برا دوا او الجزء رقم واحد. ده الجزء اللي انا شايفه. دي لو انا خير الخارجي. تمام؟ قوليا هنشرحها بالتفصيل. ثم بعد كده بلاقي التجويف اللي انت شايفه قدام حضرتك دوا. ده بيسمون نزل كافيتي بروبر. تمام? النزل كافيتي بروبر. تمام? اما الجزء اللي قدام ده داكاترة بيسموه ايه? بيسموه الفيستبيول. بيسموه ايه يا داكاترة? بيسموه الفيستkeysertenبيول. يبقى اللي هو الجزء الاولاني بالاضافة لي الجزء التاني اللي هو الجزء الاولاني والتاني. الاتنين سوى بيكونوا لي ما يعرف اسم او تجويف الانف. يبقى اوعى حد يضحك عليك. وتفتكر ان كلمة المقصود بها الجزء قدامني بس او الجزء الوراني ده بس. لا. الاتنين سوى اسمهم طيب. طيب. الهوى لما بيجي يدخل زي ما انت عارف اهو لو جيت انا عدلت معك. استنى كده. لو جيت انا بص يا داكاترة اهو تمسح كده. عدلت معك النموذج السريد ده كده. طبعا يا داكاترة. الهوى طبعا بيدخل من فتحة الانف تمام اهو. فتحة الانف الخارجية دي. وبيكمل اهو بيكمل ويكمل ويخش الجوه. اهو يا داكاترة. تعالوا كده نرسم المسار بتاعه. اهو. يبقى الهوى بيدخل كده من فتحة الانف. ماشي. ويعدي على الجزء اللي احنا قلناه رقم واحد اللي هو بتاعت النوز. ويعدي بعد كده لي التجويف التاني اللي موجود جوه الجنجمة او ده رقم اتنين او التجويف رقم اتنين حتى لو تفكروا كلنا فاصل ما بينهم هو بخط. الخط اللي انت شايف قدامك دوا. بعد كده الهوى بيكمل بيكمل ويدخل لي الفارنجز. تمام? اللي احنا لسه متكلمين عنه. وبعد كده يكمل لغاية ما ينزل تحته خالص. طيب جميل جدا الكلام ده يا داكاترة. نمسح بقى كده عشان نخش على المعلومة التانية. طيب ايه هي يا دكتور المعلومة التانية اللي انت عايز تكلمني عنها? ببساطة شديدة جدا شايفين يا داكاترة? ده تجويف اهو. ده تجويف الانف. تمام? ده تجويف مين? الانف. طبعا التجويف دوا بتاع مين? بتاع الفتحة دي? اهي الفتحة اللي قدامنا دي. طيب هو انت في الانف عندك عندك فتحة واحدة ولا عندك اتنين? هتقول لي انا عندي فتحتين يا دكتور عندي فتحتين للانف. طيب جميل اول كلام. فالتجويف ده يا داكاترة التجويف اللي قدام حضرتك دوا. ماشيت على كده نرسم. التجويف اللي قدام حضرتك ده. في تجويف زيه بيبقى موجود على الناحية التانية. تجويف بيبقى موجود على الناحية التانية للفتحة التانية بتاعة الانف. وما بينهم بيبقى في حاجز. هوريك صور ليه ما تقلقش دلوقتي. بس سفها معي الفكرة. ما بينهم بيبقى في حاجز. الحاجز ده بنسميه النيزل سيبتم بنسميه ايه يا دكاترة النيزل سيبتم وبالمناسبة هو بيتكون من جزء ايه جزء غضروفي وجزء عظمي بس ما علينا هنشرح ده قدام بالتفصيل في بقى المحاضرة بس اللي المهم تفهمهولي ان كل فتحة من فتحات الادف بتكمل اهي جوه لغاية ما تصل للتجويف الداخلي او النيزل كافيت ايه بروبر تمام فانا بيكون عندي تجويفين اتنين وما بينهم بيبقى في ايه فاصل او ما يعرف باسم النيزل سيبتم تمام النيزل سيبتم منه جزء غضروفي ومنه جزء عظمي وعشان تفهمها اكتر واكتر انت مناخيرك او انفك دلوقتي الفتحة تاني مش ما بينهم حاجز كده اه هقولك ده جزء النيزل سيبتم او جزء من النيزل سيبتم تمام طيب تعالوا كده نشوف له صورة عشان تتصورها معي اكتر واكتر اديا دكاترة قدامنا هو النوز الجميلة بتاعتنا دي النوز بتاعتنا تمام الجزء الفاتح ده دون غضريف اول لان الجزء السفل من الانف يعتبر ايه غضروفي زي ما انتم شايفين كده والجزء اللي فوق دون يعتبر ايه عظمي دي يعني الانف الخارجية معلنا زي ما اونا الكلام ده كله هندرسوا بالتفصيل انا بس بديك لبحة عامة طيب تعالوا كده نشيل النوز بتاعتنا الجميلة دي يلا نخفيها واحدة واحدة كده اهو شايفين انا عمال اللي انا كنت بكلمك عليه تمام? وهما دول التجويفين اللي بيفصل مما بينهم تمام? اللي انا لسة مواريت صور لهم دلوقتي خلاص يبقى ده مين? دوag mun ثم ودول التجويفين بتوعه او التجويفين اللي بيفصل ما بينهم التجويفين بتوع مين الانف كل فتحة من فتحات الانف بنتخليك عالتجويف ده. التجويفين اللي جوه. اللي موجودين جوه الجمجمة دول. بنسميهم النيزة دول حاجة مختلفة عن تجويف اللي بيبقى موجود آآ خارجيا او على الايه على الانف من برا او على الانف ايه من برا اللي هي الانف الخارجية اللي هو التجويف اللي انت ممكن تحط في صباعك ده بنسميه الايه الفستبيول فانت عندك تجويفين تجويف خارجي اللي هو الفستبيول وتجويف جوة الجمجمة اللي هو التجويفين سوا الاتنين مع بعض بيكونوا لي او تجويف ايه او تجويف الانف طيب عظيم اول كلام ده يا دكتور وكمان زي ما هو واضح في الصورة او تجويف الانف اهو منه الحتة الفتحة البيضة اللي انت شايف قدامك دي اهي دون الايه الكارتلج ماشي او الجزء الكارتلج من النيزل سيبتم او من حاجز الانف ماشي حاجز الانف جزء اين جزء عظمي وجزء غضروفي او كارتلج ماشي فالجزء الامامي منه غضروف تمام بينما الجزء الخلفي اللي هو تايدة كاترة عزم بيتكون من عزم وهندرسه دلوقتي بالتفصيل تمام طيب جميل جدا يا دكتور تعالوا باية دكتور نرجع كده بعد ما خلصنا الكام معلومة الاساسية اللي احنا قلناهم آآ نخش على معلومة جديدة ايه المعلومة الجديدة المعلومة الجديدة ان انا هبدأ اكلمك شوية عن شوية تداريس كده موجودة جوة اللي هو موجود او التجويف او الجزء من اللي موجود ايه جوة ايه الجمجم بالراحة طبعا النزل كافتي زي ما واضح قدامنا كده زي ما اتفقنا منه جزء خارجي اللي هو الانف المبرة والجزء الداخلي اللي هو انا همشي على حدوده دلوقتي اللي هو ده انا عايز الجزء الداخلي ده تمام طيب احنا اتفقنا التجويف ده بيبقى جنبه كده في ما يعرف باسم اللي هو الحاجز الانفي وفي تجويف تاني اخوه موجود على الناحية ايه على الناحية دي تمام فانا لو جيت مساحة الكلام ده كله كده وروح تجاي اعدل لك الموضي الاكتر واكتر كده اهو اهو شايفين ده تجويف هنا المنطقة اللي هنا دي مجوفة وهنا بيبقى فيه وبعدين بيكون في تجويف تاني هنا تمام طيب انا عايز ابص على التجويف اللي موجود ده هلاقي ايه هلاقي شوية تضاريس كده نكبر اهو شايفين يا داكاترة الحاجات الغريبة اللي ايه اللي بارزة من الجدار بتاع النيزة الكافيكي ده اه يا دكتور ده في زي ما يكون في تضاريس غريبة كده او 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 حاجات ايه او تعريق كده بين ايه الحاجات الغريبة دي الحاجات دي يا داكاترة بيسموها كونيكا بيسموها ايه اهو بصوا الحاجات دي اهي دي واحدة اللي فوق دي واحدة ودي التانية اهي ودي التالتة بيسموها ايه بيسموها دي بتبقى حتة برزة كده اه في التجويف اهو جوة التجويف بتاع مين بتاع ايه اللي انف اهصوا شايفين شايفين طالعة ازاي شايفين طالعة ازاي اهو نمسح الكلام حتى عشان يوضح لكم اكتر واكتر اهو شايفين اهو شايفين برزة ازاي وتحتها حتى حتة دخلها لجوه هي الحتة لدخلها لجوه دي تمام يبقى انا عندي البروزات دي بيسموها ايه بيسموها كونيكا او ممكن يسموها تربنيت ماشي الاتنين صح الاسمين صح تمام بس انا بحب اسم كونيكا ولو انتم لاحظين تحت كل كونيكا من التلاتة دول دي الاولى طبعا ودي التانية ودي التالتة في حتة مجوافة دخلها لجوه يعني لوان اهو جبنا القلم غير للون اهو بصوا كده ده كترة مش دي الاولى اه فين الحتة المجوافة المجهورة تحتها اهو. تمام? مش دي التانية? اه. فين الحتة المجChat تحتها اهي. مش دي التالتة? اه. فين الحتة المجوافة تحتها اهي? وطبعا مش محتاج يعني اقول لك ان دون سقف حلقك. وهنا دون تجويف الفم حتى دل لسان. يعني دل لسانة وداة ايه وداة تجويف الفن? والفم اه سقف الحلقة بتاعك وهنا ده مين ده نزل käبتよ موجود فوق سقف حل ايه? اه اه بتاع حضرتك يعني. تمام? فالتلات حاجات البرزين دول بنسميهم ايه كونيكا. وتحت كل كونيكا من التلاتة فيه زي ما تقول تجويف او حتة داخل جوها اهي. حتة اللي داخل الجوة دي دا كترة بيسموها ايه الميتس. يسموها ايه ميتس. تمام? احنا عندنا التلاتة كونيكا دول. واحدة موجودة فوق. واحدة موجودة في النص واحدة موجودة تحت. فاللي فوق سميناها كونيكا. ولي في النص الميدل. واللي تحت الانفيريور. طيب. كذلك الميتس او التجويف اللي بتبقى تحت كل كونيكة اهو واحد موجود فوق واحد في النص واحد تحت فده سوبيوريور وده ميدل وده ايه وده انفيوريور كلي بقى لك كل الحاجات دي مقدمة مهمة جدا 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 تبقى عارفة طي عظيم جد نمسح بقى الكلام ده ونخش على اخر معلومة انا حايا بقى قولها لك علشان بقى نبدأ حصتنا الفعلية كل اللي انت سمعته دوا دي مقدمة علشان الامور تبقى واضحة بالنسبة لك دي الصورة العامة انا همسك بقى كل كلمة انا قلتها وهشرحها بالتفصيل المهمل في بقى المحاضرة ايه يا دكتور المعلومة اللي انت عايز تقولها لي علشان هيتذكر منها جوزق محاضرة النهاردة حاجة يا دكاترة اسمها الايه الاير ساينسس ايه الاير ساينسس دي بكل بساطة بكل اختصار دي عبارة عن تجاويف بتبقى موجودة في الجمجمة في العظم بتاع الجمجمة ازاي يا دكتور الكلام ده بص في محاضرة كاملة مخصصة لايه? للاير ساينسس دي. تمام? ولكن عبل ما انا اخدها انا هتديك عنها المعلومتين اللي انا هستفدهم بس او اللي انا هستخدمهم في محاضرة النهاردة. خلاص? ويه كده كده هي جاية وهتشرح بالتفصيل وهتشوف لها صور والدنيا هتظبط معك خالص. بس عبل ما انا اخدها الاير ساينسس دي تكاترة عبارة عن تجاويف موجودة في العظم بتاع الجمجمة بتتملي هواء. بتتملي ايه? بتتملي هواء. ماشي? دوا اه يعني في ايديتو بني وبينكو يعني مش موجود عندكو. انها بتخلي تقل الجمجمة اخاف. ماشي? لان هي بتسمح ان فيه هواء يبقى موجود جوه العطب بقى الجمجمة. وفبتخلي حمل الجمجمة على الرأي بقى اخاف. زائد برضو انها بتساعد في الفونيشن او او الصوت بتاعك وانت بتتكلم. عشان كده يا دا كاترة لما واحد مناخله بتتكتم في البرد ولا غيره بتحس ان صوته فعلا مكتوب مش عارف يطلع او مش طبيعي. تمام? اه دي حاجة ايه زيادة? وكده كده زي ما قلت هي لها محاضرة آآ كاملة هنتكلم عليها بالتفصيل المميل. بس آآ عبال ما ناخدها في واحدة من دي موجود قصدنا في النموذج اللي دي دون. فين يا دكتور ديا? هقول لك بص حضرتك. مش دي عضمة شايف العضمة دي يا دا كاترة? العضمة دي شايفين العضمة دي? اهي. اهي العضمة اللي انا ايه? مش هتعل حدودها دي. شايفين العضمة دي? شايفين التجويف اللي جواها دا? طبعا العضمة دي انا شائقها. مش عشان انا شائق ايه الشخص ده? نصين. فالعضمة دي زي ما انت شايف جواها تجويف. شايفين التجويف دا يا دا كاترة? آآ التجويف دا. تجويف موجود جوا عضم الجمجمة. طب تقول لي يا دكتور التجويف دا بيتميلي هوا ازاي? سؤال منطقي. هقول لك شفت انت النيزة الكافتي مش الهوى بيدخل كده يا دا كاترة? بيدخل كده 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 كده? صح ولا لأ? صح. ايه رأيك بقى ان بيبقى في فتحة هنا? وهنتكلم عنها كمان شواء بالتفصيل. الهوى بيعد منها ويخش المين للاير ساينس دي. تمام? وطبعا بقى الهوى بيكمل تحت وينزل للفارنكس عشان بعد كده يروح للارنكس او الحنجرة وبعد كده يعدي في القصبة الهوائية والشعاب الهوائية ويوصل بعد كده ايه? للرقة. بس الشاهد ايه? ان دي عبارة عن تجاويف موجودة فين? موجودة جوة العطم بتاع الجمجمة بتتملي هوا. طب بتتملي هوا ازاي? بكل بساطة ان الهوا اللي بيبقى داخل فيه النيزة الكافتي حبة منه بيقدروا يدخلوا جوة الايه? الايه? دي. طب بيدخلوا ازاي يا دكتور? عن طريق فتحات. وهناخدها بالتفصيل المملي الفتحات دي. طيب بعد ما الهوا يا دكتور يدخل بيملأ الايه? التجويف دوا. والتجويف كده بيبقى مليان هوا. ولما التجويف ده بيتملي هوا زي ما قلت لك بيساعد في ان الجمجمة يبقى وزنها اخفة على الرقبة وكمان بيساعدك في ايه? في الفونيشن او اه الصوت بتاعي. تمام? وزي ما قلنا في محاضرة كاملة الارساين اصيز دي انا اخدها بالتفصيل. تمام? كده انا اه 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 يعتبر خلصت المقدمة اللي انا كنت عايز اتكلم عنها. وتعالوا بقى نبدأ في حصتنا واحدة واحدة. ونبدأ على بركة اللي. نبدأ مع اول حاجة عندنا موجودة. اهو. اللي هي يا دكتور النوس. هنبدأ بيها. طبعا هو آآ بيديك بتاعت مين النوس? بيديك مين? بيديك بتاعت النوس في البداية. تمام? عظيم اول كلام. دي طبعا النوس زي ما انت شايف كده. احنا ايه? في البداية زي ما قلت لك هو مجرد ايه? بيهزر معك كده في البداية. يلا بقى ايه? نستخدم التكنولوجيا زي ما بيقول. انت كده شايف ايه? الانف بتاعت الانسان قدامك حلوة اوي. طيب. طبعا بقى نشوف الفيتشورز او الاناتومي اللي موجود آآ في الايه النوس من برا. اول حاجة اول حاجة. حاجة اسمها التب او الايبكس بتاعت النوس. يعني ايه التب او الايبكس? هي المنطقة دي يا دكتور. حتة البرزة دي. هي دي الايبكس. او الاسم التاني لها ايه? التب. يبقى اسمها الايبكس او التب او the nose. اسمها ايه الايبيكس او التب او the nose. اللي هي ايه? الحتة دي يا دكتور. الحتة اللي برزة من الانف من قدام. اسمها ايه? اسمها التب. اسمها ايه? التب طيب. المنطقة التانية اللي عايزين نتكلم عنها هي المنطقة دي. المنطقة دي بيسموها الروت او بيسموها اسم تاني او هو البردج. طيب ايه موضوع الروت او البردج ده الاسم التاني طبعا هو ايه الموضوع? طبعا الحتة دي خلاص هي دي احنا متفقين او الحتة دي بيسموها الروت او البردج لان هي دي الحتة اللي من عندها بتبدأ الانف انها تطلع فعاملة زي جزر كده عامل في انت جزر الشجرة الحتة بتاعة الجزر تاعة الشجرة منها بتطلع على الشجرة كذلك الامر دي الروت الروت او بيسموها البردج ليه البردج بكلمة البردج يا شباب يعني كبري كلمة بريدج يعني كبري تمام فهي الحتة دي عاملة زي ما تكون كبري ما بين جبهتك اللي فوق دي ما بينك جبها اللي فوق وما بين باقي النوز. الحتة اللي في النص دي عاملة زي معبر او مبر. ماشي? اه فبيسموها ايه? او بيسموها الروت. تمام? والحتة دي اسمها ايه? اسمها خلاص? طيب. ايه التالتة او في اللي موجودة في النوز عندنا? حاجة يا دكتور اسمها حاجة اسمها ايه? هتبقى لون مختلف كده? اهو. دي اسمها ايه? دورزم. ايه الدورزم ده يا دكتور? اللي هو الخط ده بقى. المنطقة دي. اللي هي ايه المنطقة دي? اللي ما بين الايبكس وما بين الروت. اللي ما بين الايبكس وما بين الروت. بيسموها ايه? بيسموها الدورزم. بيسموها ايه? بيسموها الدورزم. تمام? طيب. يلا بقى ايه نشوف فتحة الانف اه فتحة الانف دي يا دكتور الجميلة الحلوة بتاعتنا دي الفتحة دي يا طرق اسمها ايه فتحة الانف اللي بدخل منها الهواء قالك بيسموها نوسترل بيسموها ايه نوسترل كيفية نكتب الان اسمها ايه نوسترل اسمها ايه نوسترل اسمها ايه نوسترل كرر رؤية اسمها ايه نوسترل او نيرز ده الاسم التاني لها او نيرز اسمها ايه نيرز اسمها نيرز او نوسترل اسمها نيرز او ايه او نوسترل طيب عظيم اول كلام اخر حاجة في النوز حاجة اسمها الالة حاجة اسمها ايه الالة اللي هي ايه بقى اللي هي الحتة اللي في الجنب دي اللي هي شفت الفتحة اه دي الفتح دي المفروض دي الفتح الحتة بقى اللي في الجنب دي الحتة الايه اللي بارزة دي دي اسمها الالة الالة اوف زانوز الالة اوف زانوز اسمها ايه الالة اوف زانوز اسمها ايه الالة اوف زانوز حلو او الكلام ده نمس حدي كده يبقى انت كده فاهم خلاص الفكرة وفاهم تمام؟ عندك الصورة 3D قدامك اهي بالاضافة ان انا كمان كتب لك البيعات على الصورة انت مش محتاج خلاص انت من غير يا من هتفتح دلوقت الكتابة تقرأ الكلام هتبقى فاهم كل كلمة خلاص يبقى الحتة دي اسمها ايه؟ اسمها الروت اسمها الروت او اسمها البرج طب الحتة دي اسمها ايه؟ الابكس او التب اللي هي الحتة اللي برزة في ايه؟ في الانف من قدام طب فتحة الانف فتحة الاسم اسمها ايه؟ اسمها النارز حلو اول كلام الحتة بقى دي الحتة دي اللي هي جام فتحة الانف دي اسمها ايه؟ اسمها الالة اوف دانوس لا امال الحتة دي اللي هي ما بين الروت وما بين الابكس اسمها ايه؟ اسمها الدورزم اسمها الدورزم اوف دانوس عظم اول كلام ده يا دكتور بعد كده يا دكتور بيكلمك عن السكيلتون بيكلمك عن ايه عشي اسمها السكيلتون يلا بقى نمسح الكلام ده كله ماشي علشانه مش Leyه لازمة نمسح كده خلاص احنا خلصنا مش Leyه لازمة احنا خلصنا الحتة دي عاίζين بقى ندخل على حتة جديدة خالص على وهي السكيلتون بينما انا بقى نمسح الكلام كده ما جربتش قبل كده تمسك انفك من تحت انفك من تحت وتحركها هتقول لي يا دكتور بحركها وهو بتروحي من هو شمال بينما لو من فوق من فوق مبتتحركش لي مين و لا شمال يعني الحتة اللي فوق مبتتحركش يعني بص الانف من الحتة دي شايف من الحتة دي complimentary A button مشارطة الانف من الحتة دي بتتتحرك الولان تودعي من هو شمال عادي لكن هنا منطقة دي لا مبتتحركش ده بيسموه بيسموه الإسكيلاتون بيسموه إيه بيسموه الإسكيل sacrificة بيقولة إيه بيقولت ان ال criminals ترد بتاع الاكسترنال نوز يعني بتاع الاكسترنال نوز دي الاكسترنال نوز تمام. قال لك اسلام علي لو سمحت لي تلت و تلتين. التلت القبر اهو. دة التلت لفوق اهو تلت. ماشي. وفي تلت لوور اهو 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 تلتين لوور قاسف اهو. بي لو الحتة دي. يبقى هو جي على النوز قال لك اسلام علي ل? تلت قبر وتلتين لور قالك التلت القبر دول بيتكون من بون بيتكون من عظمة بينما التلتين اللي تحت ده بيتكونوا منIA من كارتلج خلاص؟ علشان كده التلتين دول انت تعرف تحرك منخيوك رايح جاي ماشي بينما التلتلي فوق ده ما تعرفش بينما التلتلي فوق ده rapid ما تعرفش حلو تقول لي طيب يا دكتور ما تورينا كده صورة علشان الكلام يوضح اكتر واكتر اقول لك عناية لاتنين بص كده معايا وركز دي يا دكتور زي ما انت شايف قدامك كده انا احنا متفقين خلص الجزء اللي فوق هيكون مين هيكون الجزء الايه البوني تمام او العظمي بينما لتحت الكارتلج ماشي بص بقى لما نشيلي الجلد اهو ده الكارتلج يا دكتور شايف ده الكارتلج واخد التلتين بينما الحتة اللي فوق دي البون البوني بارت واخد التلت اللي فوق واخد الايه التلت اللي فوق بص بقى لما نبص من الجنب اهو شايف بينما الحتة اللي فوق دي بوني بوني وتوضحة لك أكتر لما نجي نحط الجلد التلتين بينما التلتة اللي فوق إيه بوني عظيم أول كلام ده دلوقتي انت خلاص عرفتني انه خلاص في جزء بوني موجود طب الجزء البوني ده بيتكون من ايه قالك بص بقى الجزء البوني ده بيتكون من جزءين الجزء الأولاني حاجة اسمها النيزل بونز شفت أنا عملتها لك رب علامة زرق عشان تبنلك. دي النزلبون. ده اول جزء بيكون الحتة ايه العظمية اللي هي الموجودة هنا في في النوز من فوق. دي اسمها ايه? النزلبون. النزلبون. طبعا انت عندك واحدة على الرايت سايد واحدة على ليفت سايد ايه اختها التانية هي. تمام? وايه تاني? شفت العظم اللي انا لو انتهالك بالازرق دي. دي اسمها عظمة المجزلة. دي اسمها عظمة ايه? المجزلة. والله المجزلة دي ليها اجزاء كتير. احنا مش عايزين ندخل في تفاصيل. العظمة بقى الجزء الحتة دي اهو شايف الحتة دي? اللي هي جنب مين? جنب اختها? النزلبون. جنب النزلبون. اهو الحتة دي الجزء ده. الجزء ده يا دكتور. بيسموه الفرونتال بروسس اوف ذا مجزلة. بيسموه ايه? الفرونتال بروسس اوف ذا مجزلة. ليه مسمينه الفرونتال بروسس? كلمة يعني بروس. وفرونتال يعني امامي. بص لما يجي نبص من الجنب. لو دي المجزلة. بص دي الحتة اللي برزة من المجزلة. من عضمة المجزلة. شايف العظمة ايه? دي حتة برزة كده اللي قدام منها. فبيسموها قدام. يبقى اه فرونتال عشان دي ايه? عند الفرونتال بون. تمام? فرونتال. وبرزة تبقى بروسس. حتة برزة اسمها بروسس. فيسموها بتاعت مين العظمة الكبيرة اللي اسمها ايه عظمة المجزلة تمام اهو يبقى الفرونتال بروسس بتاع المجزلة بالاضافة ليه النازل بون اهو الاتنين دول اتنين دول او الجزئين دول هما اللي بيكونوا مين بيكونوا البوني بارت بيكونوا البوني بارت من السكيلاتون بتاع النوز السكيلاتون بتاع النوز خلاص قلنا الحتة اللي تحت بتبقى كارتلجي بينما الحتة اللي فوق بتبقى بوني بتبقى عظم طمام عظيم او الكلام ده يا دكتور لما نجي بقى نقرأ الكلام طبعا ده يا دكتور ايه كتاب القسم بتاع حضرتك وانتا مش محتاج خلاص انت هتيجي تقرأ القلمة لها نفسك فاهم لانك شفت خلاص الصور سري دي وشفت كل حاج تمام فين التبقى ما قولك فين التبقى افزانوز هتقول لي والله هتبقى بزانوز اللي حتة دي طيب قول لي فين الروت او البرتج هتقول لي الحتة دي طيب ايه الدورزم الدورزم اللي كانت بتواصل ما بينه اه اه 怒ام اللي هي الحتة اللي في الجنب دي بينما الفتحة اسمها النوسترل تمام? حتى بص لو كبرنا كده اهو بص دي النوسترل اهوي اللي هي الحتة اللي في الجنب تمام? طيب اهي اللي هي فتحة الانف تمام؟ طيب دورزم اهو اللي هو ده او الايه الكوبر ده اللي واصل ما بين الروت وواصل ما بين الطيب طيب طيب Kaye وطبعا ده من ده خلاص طيب انت خلاص كده فهم الكامل. طبعا الصورة دي مش هتلاق واضحة او في كتاب القسم عندك. بس يعني اهي صورة تكملية اللي احنا كنا منه. انت كده فهم. انت بها تيجي تقرأ الكلام اللي جنب كل واحدة هتلاقي ايه هو الوصف اللي احنا هنا. يعني مثلا ما يجي يكلمك عن الدور زم يقولك ايه? راوندد بوردر بتوين ذا تيب اهو. راوندد بوردر او بوردر تمام? بتوين ذا تيب اند ذا روت. بتوين التيب وبتوين ايه الروت. اللي هو الحتتين بتوع الانف بايه? اللي بيتقابلوا اللي هي الجزء دا والجزء دا يعني تمام? هتلاقي انت فاهم بقى الكلام ماشي? يقولك مثلا ايه يا النوسترلز او نيرز دا هنا التو بايري فورد ابريتوس اات ذا برود لور اند. اللي هي الفتحتين يعني بتوع ايه? الانف طيب. بعدين بيكلمك عن الاسكيلوتون اللي هو الهيكل بتاع بايه? الانف دي. قالك الاسكيلوتون بتكون من ان فيه ابر ابر وان ثرد بتاع الاكسترنال لوس دا بيتميز ان هو بوني بيتميز ان هو ايه بوني بينما عزيم اول كلام. بعدين بيكلمك عن البوني مورك اللي احنا شرحناه. قالكlied على البوني مورك? قالك ان انت عندك حاجة اسمها toon daysle bones دول يعملولي مين البر تج بتاع الناس دول يعملولي البر تج بتاعة مين بتاع النوس? تمام? وعندك كمان حاجة اسمها to frontal process. عندك حاجة اسمها to frontal process stygen بتوع مين بتوع الاكسلة? بتوع عظمة الاكسلة بتوع عظمة مين الاكسلة? تمام؟ تعال بقى نشوف في صورة الكتاب القسم اللي هو كاتبها ابص كده ادي النيزا البون اللي هما دي. بوس 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 اهه امشي لك هتخططه لك اهه دي النزل جون وطبعا ايه دي الاولى ودي اختها التانية دول يعملوها كانت النزل بردش تمام ويساهم ويساعد معاهم طبعا مين اهو بتاع مين بتاع المجزل اللي هو الايه الجزء ده اللي اتنين دول يعملولك مين بتاع الايه النوس تمام بتاع مين بتاع النوس عظيم او الكلام ده كده يا دكتور حبيت برضه قبل منهي معك الفيديو اللي انا طبعا اول فيديو مجرد تعرف كده وشارح نظام والدنيا ونبذة مختصرة عن طريقة الشرح كتوب ازاي? اه جبت لك احد الايه الاطلس بتاعت الاناتومي خلاص? علشان نفهم ونشوف اللي احنا ايه? اللي احنا ايه? خدناه. بص كده مسلا ده الايه? بتاع مين? بتاع النوز. الحتة اللي فوق دي مين دي البوني? بينما الحتة اللي تحت دي الكارتليج. طب الحتة البوني. بص بتتكون من اساسا من النيزال البونز The two nelebs. اهو. شوف اهو. ش cinematic mask if ten they seen it. اهو. حتة اين دول. Andreas two nelebs. بالغرض THEY saw you. من البنتج? من البردج بتاع النوز ما? من اللي اعمله البنتج بتاع النوز. بس الفريمورك وكله بيتكون معاك من. كمان. two 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 uh frontal process بتوع عضمة المكزلة. دي طبعا عضمة المكزلة الكبيرة. دي الحتة دي بس. دي the frontal process. الحتة دي بس مفينة بتاع 블� geil phart這一 دي مع العضمتين يعملو لك مين? يعملو لك البوني فريمورك ماشي بتاع السكيلتون بتاع النوز بس كده يا شباب تعالوا بقى يا دا كاترة نخش على الدرس المهم جدا 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 ألا وهو النيزل كافتي تمام الدرس ده من الدروس يا شباب المهمة جدا جدا وأنا عايزك تبقى منظم أفكارك معايا كده علشان إحنا في النيزل كافتي هنتكلم عن نقطتين أساسيتين النقطة الأولانية ألا وهي الفتحات بتاعة النيزل كافتي ده كل حاجة التانية أجزاء النيزل كافتي تمام بس الأول تعالوا نفهم يعني إيه نيزل كافتي طبعا الراجل اللي قدامنا الجميل ده وديه النوز بتاعته خلاص انت قد تظن النوز دي ماشي هي دي النزل كافتي بتاعتنا لكن لا النوز ماشي اللي انت شايفها بره دي ده جزء من النيزل كافتي الكبير تعالوا نشوف كده النزل كافتي الكبير طبعا هو بيبدأ معاك أهو طبعا هو بيبدأ معاك بيه النوز الجميلة دي واللي بيبقى مدفدع جوه على ايه؟ على فراغ كبير اسمه نزل كافيتي بروبر تمام؟ ازاي يا دكتور الكلام ده؟ تعال كده نشوف تعال كده نشرح مع بعض يلا نشيل حتة دي ونشيل حتة دي اهي دي طبعا مين؟ دي النوز بتاعتنا هي من بره؟ تعال يلا نشيل ها؟ نشيل وشيل دي كمان عمليه نشيل في النوز اهو ماشي؟ شلنا النوز اللي بره خالص لقينا ايه جوه؟ ايه ده؟ ايه التجويف ده يا دكتور ايه التجويف ده؟ ماشي؟ دي بقى النوز من جوه يبقى انت عندك النوز من بره تمام؟ وعندك ايه النوز من جوه اهي شايف يا دكتور؟ النوز من جوه وما بينهم حاجز كده او سبتم شايف؟ اسمها ازاي سبتم انت عندك الانف بتاعتك عبارة عن فتحتين كل فتحة اهي بتنفذ على ايه؟ على كافتي من التو كافيتس دول وده سبتم انت شايفه اهو فاصل التو كافيتس ايه عن بعض طيب انا بق هبص منين انا هوريك صورة دلوقتي طبعا احنا هنقسم بقى الراجل ده كده نصين تمام هنقسم الراجل ده كده ايه نصين تمام ونبص من الجنب ده كده اهو ونبص منين من الجنب ده يعني انا هقسم الراجل ده كده هاجي من عند دراسه وقسمه نصين خلاص بالطول كده وهبص منين يا دكتور بص اهو هبص كده اهو هبص على الناحية دي كده هشوف ايه ركز كده معي هشوف المنظر اللي حضرتك شايفه قدامك ده تمام ركز معي هشوف المنظر اللي حضرتك شايفه قدامك ده كل اللي انت شايفه قدامك ده نزل كافيتي وعلشان تفهم الرسمة اكتر ده يا دكتور اللبس بتاعتك او الشفايف ودي السنان خلاص وده ايه التنجة او اللسان وده سقف ايه سقف الحلق بتاعك لوها سقف ايه تعالي اللي بلزق في لسانك ده فوق إيه بقى النيزل كافيتي اللي إحنا بنتكلم عنه؟ طبعاً الحتة اللي بره دي اللي هي فوق اللبس أو فوق الشفايف هو ده إيه? النوز الخارجية اللي انت بتشوفها بره لكن فيه جوة كافيتي كبير خالص فدي كلها كده على بعضها يا دكتور دي اسمها إيه؟ نيزل كافيتي دي كلها اسمها إيه نيزل كافيتي أما قال لك طب ما اتكلمني عن النيزل كافيتي ده قال لك成 neste environments ده أنا لما حب أتكلم عنه هتكلم عنه في نقطتين زي ما احنا قلنا ايه هم النقطتين يا دكتور اول حاجة هتكلم عن الفتحات بتاعة الكافيتي الكبير اللي قدامنا دون والحاجة التانية اللي هتكلم عنها الا وهي اجزاءه يا ترى ايه الاجزاء بتاعته طيب نمسك النقطة الاولانية الا وهي الفتحات بتاعته قالك النزة الكافيتي ده ليه فتحتين طبعا الفتحة الاولانية معروفة اللي هي الفتحة الخارجية خلاص الفتحة الخارجية اللي هي دي تمام اللي هي فتحة انفاك من برّا لليست شايفها الفتحة التانية بتبقى في اخر الفتحة الكافتي اللي انت شايف قدّمك دين اهيي شايف دي كلها كده يا دكتور اللي بتصلها مع الفارنط سأferنط cut ده الفارنط تمام ده مين ده الفارنط فبيسموا l'heta' dinην Teaching بيسموها ايه the Nasopharynx ليه علشان NHey'sOn بيتصل مع الفارنط خلاص عن طريق مين عن طريق الفتحة الخلفية بيسموها posterior nasal aberture بيسموها posterior nasal aberture هي الفتحة الخلفية بتاعت الوزء أو بيسموها اسم واحد أسهل بيسموها إيه؟ بيسموها الكوانا بيسموها إيه الكوانا حتى أنتوا في مرض هتأخذون شاء الله في الكلينيكل في ميديول الريسبياراتروي اسمو الكوانا الأتريزيا ماشي؟ بتبقى الفتحة دي ديقة تمام؟ فممكن نقول عليها الكوانا ده الإسم التالي بتاعها أهيد شايفها؟ اشوالك بالسهما هاو دي كلها كده دي فتحة دي كلها كل الفتحة دي أدكر إنما الفتحة الخارجية اللي هي دي يا دكتور خلاص الفتحة الخارجية دي بيقول لك عليها احنا أخدناها قبل كده بيسموها النسطرات تمام أو بيسموها الانتيريور نيزل وليه فتحتين التجويف ده وهو زي ما انتا شفت معايا كده وليه فتحتين التجويف ده فتحة من بره اللي هي فتحة انفك من بره طبعا مفصول ما بينهم بالسبتم او بالحاجة زي احنا شفناه خلاص وفتحة في الخلف دي اللي بتصل النيزة الكافيتي مع مين مع الفارنجز عشان كده بيسموا المنطقة دي النيزوفارنجز خلاص طيب اما قال لك بعد كده ايه دكتور طيب النيزة الكافيتي الكبير ده ايه اجزائه او بيتقسم لايه مش احنا تكلمنا الاول قلنا النيزة الكافيتي ده احنا نتكلم عنه سنقطتين انا بحبك تبا منظم افكارك فتحات وخلاص احنا نفهمناها الفتحة اللي بره والفتحة الايه اللي جوه وفهمتك ازاي الاجزاء بتاعته بقى ماشي ودي اللي طويلة شوية في الفيديو اول حاجة نقسمه ماشي قالك النيزة الكافيتي ده هنقسمه الجزئين جزء اسمه الويس تيبيول جزء اسمه ايه الويس تيبيول والجزء الثاني هنسمي ايه نازل كافتي بروبرbeat Andy x10 ي פה جوز اسمه الفيستبيول وجوز اسمه ايه؟ نازل كافتي بروبر تقول لي ايه الفيستبيول د zas другой ببساطة هي مناخيرك من بارة لما انت تدخل فيها الصباحك عندما تدخل الصباحك في مناخيرك هو ده الفيستبيول الو agility يا دكتور هوا 도لك هو الانترو يعني انتروol يعني الامامي أهو انفيريور يعني اللي نازل يخkar INTERO INFERIOR OH اللي هو مناخيرك عايز يقولك الامف بتاعتك نكتمام وبيبقى طبعا مليان شعر زي ما انت عارف خلاص طيب ومليان اللي هي غودت بتطلع اللي هو المخاط بتاع الانف زي ما انت عارفه وهير فوليكيلز اللي هي مصغلية شعر اللي انت عارفها خلاص والجزء التاني اللي هو اللي هو الجزء الداخلي خالص اللي احنا اتكلمنا عنه يعني لو حبينا نشوفها على الـ 3D model اللي معنا هبص كده يا دكتور تمام احنا خلاص قلنا الفستبيول وقلنا ايه اللي بره دي اللي هي الجزء الخارجي دوا اللي هو التجويف طبعا اللي انت بتجخل ايه ايه اللي هو التجويف طبعا اللي انت بتدخل اسبوعك من جوا ده ده الايه بقى الايه النيزل كافيتي بروبر زي ما انت شايف شايف تجويفين اهو تجويف اهو وقالي تجويف اهو تجويفين تمام طيب وهو ده يا دكتور وهو دول البوسترو سبيريور بارت من النيزل كافيتي لاننا لو رجعنا للصورة الاولانية اللي هي ده يا دكتور قلت لك ده النيزل كافيتي الجزء الاولاني او الخارجي اللي برا ده الانترو انترو انفيريور اهو عشان انتيريور قدام وانفيريور عشان نزل لتحت انترو انفيريور بارت ده اللي ايه اللي فوق? النمى الفستيبلو تبقى نزل تحت. الاسم التاني طبعا ليه اللي هو ما له ده بقى? قالك ده حضرتك بيبقى ليه روف وفلور وميديا الول ولترا الول. هتقول لي مش فاهم. هقول لك بص معايا كده على ثري دي موديل. مش احنا اتفقنا ان ده يا دكتور اللي قدامك دون دون النيزل كافيتي بروبر هتقول لي اه يا دكتور طيب تعال بقى نشوف فين الفلور وفين الروف وفين الميديا وفين اللترا الول بتاعه. بص كده معايا. اهو يا دكتور بص بقى انا همشي لك على حدود الايه? النيزل كافيتي بروبر واحد طبعا من اللي الاتنيه اهو. تمام? قالك ايه? قالك انا عندي عروف السقف اللي هو ده. تمام? وعندي اللي هي الارضية اللي هي دي. تمام? وعندي 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 طبعا اللي هو ده. اه اللي هو ده. اللي هو مين? لو انت لو انت مركز اللي هو السبطم اللي فاصل اصلا اللي فاصل اصلا مين? 2 nasal cavity proper عن بعض اللي مين هو الشماء ده مين ده الmedial wall الاترال والطبعا هيكون ده هو كل الفكرة بأنه هو هيمسك لك ال nasal cavity proper دوا خلاص ويفرجك على الmedial wall ويفرجك على الاترال وال ويعرفك ايه الفيتشارز اللي في كل واحد فيهم تمام طيب عظيم جدا بعد يا دكتور معرفنا البوردرز بتاعة ال nasal cavity proper اللي هو الروف والفلور والميدال والاترال والطبعا الروف والفلور سهلين اللي هو اللي فوق واللي تحت يعني ده كده الروف وهنتكلم عنه طبعاً ويفي الفلور خلاص لكن الفكرة مين الmedial wall ومين اللاترال والطبع احنا قلنا الmedial wall ده السيبتم اللي هو الحاجز او الفاصل اللي هو ده يا دكتور شايف املس كده شايف ده النيزال السيبتم يبقى انا لو بسط على الmedial wall هلاقي مين النيزال سيبتم تمام طيب لو بسط بقى على الاترال والطبع ايه الحاجات التدريس دي ايه التدريس دي يا دكتور دي هنفهمها سواء لما نيجي ندرس اللاترالول بس الفكرة ان انا وقتك دلوقتي الميديا الول ده عبارة عن سيبتها بأملس كده زي ما انت شايف موش حاجة بينما اللاترال وال زي ما انت شايف فيه ايه فيه شوية تضاريس كده هنفهمها ايه دي و ايه حكايتها لكن الفلور والروف بتاعة النيزال كافتي بروبر خلي بقى لك نيزال كافتي بروبر سهلة قادي الروف وقادي ايه الفلور طيب مالوا بقى الروف والفلور تعالى نخلصهم دول بسرعة عشان دول سهلين قالك الروف مالوا قادي يا دكتور النيزال كافتي زي ما احنا متعودين ولو انت شاطر اللي قدامك دوا اللي قدام حضرتك ده ده كده الاترالول تمام ده الاترالول عشان فيه التضاريس اللي انت شايفه قدامك ده هو كل الفكرة زي ما احنا متعودين هكلمك في الروف يقولك فيه كلمتين ايه هما بيقولك ان هو بيتكون من الكريبري فورم بليت بتاع الاثمويد بون ادي ده الكريبري فورم اهو بليت اللي انت شايفه قدامك ده اللي هي العظمية دي تمام الجزء ده يا دكتور شايفه ده الايه الكريبري فورم ايه بليت اللي هو بتكلم عنه تمام نرجع عشان انا مش عايز ايه امشي لك على العصب اللي انا عايزه قالك الكريبري فورم بليت ده بتاع الاثمويد بون يعني الاثمويد بون منها جزء اسمه الكريبري فورم ايه بليت اهو ده الكريبري فورم ايه بليت الشام هنا دخلها للنزل ايه? للنزل كافتي. خلاص? وطبعا بتاخد الشام اهو يعني بتاخد الرائحة وتقدر تدخل بعد كده جوه الكرينيال كرينيال كافتي اللي هو تجويف اللي في بها المخ. تمام? يبقى انت شايف اهو? ده العصب بتاع الشام شايف دخل ازاي جوه التجويف بتاع الانف اهو. يعني تجويف الانف اهو دي حدود. اهو يا دكتور شوف انا مشتلك عليه كده كروكي عشان اهوريك مين الحدود بتاعت النزل شايف بقى الاعصاب دخل ازاي اهو بتلقط الشام او تلقط الرائحة وبعدين تدخل جوه هنا الكرينيال ايه الكافتي. تمام? عشان تنقل. ده كده الروف. تنقل طبعا ايه الشام للمخ. ده كده الروف. طيب بالنسبة للفلور. انا جبت لك الرسمة الجبيلة دي عشان اكلمك عن الفلور في كلمتين. تمام? ايه الفلور? الفلور اللي هو الجزء اللي تحت ده يا دكتور. ولو انت شاطر تقول لي اللي قدامك دوا. اللي قدامك ده. هل ده يعتبر للنزل كافتي طبعا. ولا ميديا الول? لا يا دكتور ده املس. انا شايفه املس ما فيهوش التعريج والتضاريس. ده يبقى كده السيبتم او النزل السيبتم. اللي هو كان يمثل الميديا الايه وال? للنزل كافتي بروبر. تمام? جدع. لكن انا مش يهمني في حالة الروف والفلور. انا الصورة اللي شايفها دي بتاعة ميديا الول ولا لترا الول. لان كده كده دايما الروف فوق والفلور ايه تحت. طيب. قال لك في الفلور الفلور زي ما لونها احمر واحدة لون هازرق. زي ما انتر شايف. ده الفلور بتاع النزل كافتي. لان ده يا دكتور ميني النزل كافتي؟ هيو هبص. اهو. ده ايه النزل كافتي؟ اهو. شايف ده النزل كافتي اللي انا مش شكتLeci علي ده. فانا بتكلم عن ايه الفلور بتاعته? قال لك بيتكون من عضمتينة. العضمة الاولينية اسمها البلاطين بروسس. البلاطين بروسس دي يا دكتور بتبقى طلعة من عظمة المجزلة اللي هو الجزء ده اسمه البلاتين بروسس الجزء التاني بيقولك الهوروزونتال بليت بتاع البلاتين بون اللي باللون لا زرق دي كلها دي اسمها بلاتين بون الهوروزونتال بليت اللي هو الحتة دي بس وكده احنا خلصنا الروف والفلور خلص دول سهلين نخدش بقى على الوحش بتاعنا اللي هو من الميديا الول واللترا الول نبدأ مع بعض بالصورة شايفها قدامك دي واللي هي طبعا هتبقى اللترا الول ليه اللترا الول لان انا شايف الحاجة ملساقة هي قدامي ده ده طبعا النزل كافتي دي كلها كده النزل كافتي والحتة دي ملساقة اه يبقى ده هنا بيتكلم عن السبتم تمام السبتم اللي هو يمثل ايه يمثل الميديا الول يعني لو تفتكر معايا في النموذج اللي 3D تعال كده نشرح بص كده اهو يلا نشيل اهو اهو يلا اشيل دي كمان انا عايز ايه عايز ينا نزل سبتم فقط احييل كله اهو يا ربط شايف شايف ادي اللي قدام حضرتك ده اهو ده كده النزل سبتم تمام وهناخد كمان شوية ان هو بتكون من جزين الجزء اللي ابيضان اللي قدام ده ماشي او غضروفي جزء ايه غضروفي بقدام الجزء اللي وارا ده جزء بوني جزء ايه بوني بتكون من ايه من عمل تمام طيب انا اجيبلك ده علشان افكرك الان الميديا الول ماشي واللي هو بيتكون من زي ما انت شايف كده ما فيهوش اي تعريج ولا تطريس ولا بتاع املس زي ما انت شايف قدام حضرتك كده. يعني اهو ده كده لقدامك ده. ده مين? ده النيزل كافيتي ايه بروبر. الميديا الول بتاعه هو مين النيزل سيبتم? اللي انت شايف قدامك ده واللي بيتكون من اه جزئين. الجزء القداماني اهو جزء القداماني اللي هو منه هنكون الانف. ده بيبقى ده بيبقى ايه شوف لو كنا حطينا الانف كده بص شفت اهو شوف لما نجي لحط الانف اهو خد بالك ده اللي بيبقى عند انفك من قدام ده الجزء الكارتليج من النزل سيبتم تمام? لكن في جزء ابوني ورا اهو الجزء ايه ده يا دكتور ده ايه جزء ابوني ورا? بيتكون من عضب. بيتكون ايه من عضب? بيفصل ايه اهو بيفصل مين? بيفصل ايه نزل عن بعضهم الايه البعض? اللي هو ده وده. دول ايه نزل واحد على يمين واحد الشمال. حلو? طيب. نرجع ايه لموضوعنا? قادل زي ما احنا متفقين ده مين? ده? الايه اللي هو بتكون من ايه? من النزل سيبتم. يلا بقى ايه? نشوف الايه العظم اللي بيكونه. ماشي? اهو انا جبته لك اهو. طبعا هو ملون لك كل عظمه بلون. ماشي? ملون لك ايه كل عظمه بلون. ركز ما ايه على اللي باللون الاحمر ده. قل لك بص اللي هو بيني وبينك يعني النزل سبتم. خلاص? قال لك ده بيتكون من جزقين? جزق بوني زي ما احنا نتسألين بوني بارد. وجزق ايه كارتليج. ماشي كارتليج بارد. قال لك البوني بارد. هاتلي البوني بارد. قال لك البوني بارد ده بيتكون من جزقين? ايه هما الجزقين? الجزء الاولاني قل وهو البيربيندیکولار بليت بتاع ا success? دي انا عملها لك بدون لاحمر. دي اللي هي اللي قدامك في الرسمة دي انت تسبب لون البنافسجي لها ثلاث اجزاء انا عايز الجزء اللي اسمه ايه البيربنديكولر اي بليت اهو هو اللي انت شايف قدامك ده البيربنديكولر يعني عمودي يا شباب عشان دي عمودية هي شايف نازلة عمودي ماشي الجزء التاني اللي بيكون البوني بارت بتاع النزل سيبتم الا وهي عضمة ايه الفومير اهي اللي باللون الايه الاخضر دي فالعضمة اللي باللون الااخضر الفومير وكذلك البربنديكولور بلايد بتاع الاسمويل بون الاثنين سوي دول بيكونوا البوني بارت بتاع الميديا البول بايد تعمين النزل كافيتي اي بروبر تمام طيب دا كده الجزء الاولاني طيب الجزء التاني اللي احنا لسه قلت عنه اللي هو ايه بيبقى كارتلاج عبارة عن كارتلاج او غضروف قالك بيكون برضو من جزين بيكون احده يسميها ايه السيبتال كارتلاج اللي هو اللي قدامك دول اللي هو الحتة دي كلها كده هيبصوا دي كلها دي كلها دي سبتة الكارتيلج والجزء التاني اللي قدام اللي انت شايفه دول اللي هو اسمه ايه الميجر ألار كارتيلج الميجر ايه ألار كارتيلج اللي هو بيبقى قدام تمام عظيم اول كلام يبقى انت كده فهمت النيزل سبتم اللي قدامك او اللي هو بيمثل الميديا الول بيتكون من جزئين اساسيين جزء بوني بيتكون من عظمتين اساسياتين البربنديكولور بلايد بتاعت الاثمويد بون وعظمة ايه الفومر تمام والجزء التاني كارتيلج بيتكون من جزئين الجزء الاولين اسمه السبتة الكارتيلج والجزء التاني اسمه ايه بيسموه السبتة البروستس بتاع التو ميجر ايه ألار كارتيلج او ممكن نقول عليه الميجر ألار كارتيلج وخلاص خلاص اللي هو بيبقى قدام كده انت فهمت معايا الميديا الول وخلص الميديا الول نخش بقى العملاق بتاعنا الا وهو مين اللاترال وال اوف نيز بالنسبة بقى يا شباب للاترالول طبعا اللاترالول زي ما انت شايف احنا معلمينه بانه هو اللي ببقى فيه ايه التدريس او الكلاكياء دي اه الكلاكياء دي يا دكتور بقى اسمها ايه اسمها كونيكا اسمها ايه كونيكا او تيربونيتس بيسموها احيانا تيربونيتس بس انا بحب اقول عليها كونيكا فيه تلاتة كونيكا قدامك اول واحدة هي اللي انا عملها لك باللون الصفر اهو دي السوبيريور اللي هي اللي فوق تمام دي اسمها كونيكا خلاص بتبقى حتة بارزة لبرا كده تمام واللي دي واللي تحتها اسمها الميدل نيزة الكونيكا دي الميدل يبقى اللي فوق السوبيريور ودي مين دي الميدل واللي تحت خالص اسمها ايه اسمها الانفيريور كلام منطقة جدا تحت كل كونيكا من دول دول تلتة كونيكا السوبيريور اهي والميدل اهي والانفيريور اهي السوبيريور كونيكا تحتها ايه حاجة زي جروف كده ماشي حاجة زي تجويف شايف تجويف ده بيبان قوي ما بين الايه ما بين الميدل والانفيريور كونيكا شايف التجويف ده اهو ماشي وحتى في الانفيريور كونيكا شايف التجويف اللي تحتها اهو فكل كونيكا تحتها حاجة زي تجويف كلمة تجويف بيسموها ميتس بيسموها ايه ميتس ميتس يبقى تجويف شايف ده تجويف اهو ماشي تجويف اهو تجويف اهو يبقى تحت كل واحدة من الكونيكا السوبرير او الميدل او الانفيريور فيه زي تجويف التجويف ده اسمه ايه ميتس تمام وبالتالي وبالتالي تبقى انت فاهم ان انا عندي ايه عندي سوبريريور ميتس عندي ميدل ميتس عندي ايه انفيريور ميتس هلو طيب التجويف دي التجويف دي اللي هي الميتس دي اللي هي سواء الانفيريور او الميدل او السوبرير بيبقى فيها فتحات بيبقى فيها ايه فتحات بيبقى فيها ايه اوبنينجز ماشي بيبقى فيها ايه فتحات الفتحات دي بقى هنبدأ نتكلم عنها بس الاول تبقى انت عارف ان ده مين ده حضرتك اللاترالوال بتاع النيزل كافيتي بروبر بتقول لي ايه النيزل كافيتي بروبر ده يا دكتور اقول لك انا قلت لك ان النيزل كافيتي الكبير كان بيتكون من جزئين ماشي والجزء التاني منهم اللي هو مين النيزل كافيتي بروبر اللي انا بتكلم عنه ده ماشي وتكلمنا عن الروف وتكلمنا عن الفلور وتكلمنا عن El affinity wall ودلوقتي swing a siguiente line humano tertial wall زي ما انت شاهدت كده الحاجات الاساسية اللي فيه تعرف اسم alconica اللي هم التلاتة اللي قدامك دول وكل добавки من دول تحتها زي تجويف اهو شايف التجويف ده شايف التجويف ده او depression ده ده بيسموه ميتاس اهو شايف شايف يا دكتور دي دخل الجوه ازاي شايف دي دخل الجوه ازاي اهي دي بقى الconica barza دي الconica بارزة البر وتحتها تجويف حلو تجويف اسم ميتس اهو الميتس ده بقى في فتحات في اوبنينجز تعالوا بقى نشوف ايه الاوبنينجز دي في الرسمة اللي قدامك دي يا دكتور هو بيركز قوي على الميتس اللي هي ايه التجويف اللي كانت دخله جوه حتى هو شلك الايه الكونيكا خالص لان الكونيكا زي ما انت شايف كده هو اهي دي حاجات المكابرة دي زي قلت لك تحتها ايه تحتها زي اه حاجة كده زي تجويف حتة دخله جوه اللي هي الميتس قال لك طيب انا هشيل دي وهشيل دي علشان اشوف الميتس بصورة احسن او التجويف بصورة احسن قلت لك التجويف دي جوها ايه جوها فتحات قال لك طيب احنا عارفين ان انا عندي السبيريور ميتس وعندي الانفيريور ميتس وعندي الميدل اللي هي في النص طيب قال لك يلا نبدأ بي الانفيريور ميتس اللي هي كانت تحت مين كانت تحت او التجويف اللي تحت الانفيريور كونيكا لكن أنا أقطعها طبعاً لأنه في الأساس أهي ده الأساس بتاعها وأهي دكتور شايفها أهي شايف الفتحة دي أهي بسموه احيانا satisfying ايه القناة يعني ت gotten to my doctor ابي قناة دموع لان هي شاهدها في الفتحة دي الفتحة دي فتح القناء فتبقى ماشية مشية ماشية لغاية ما توصل لفين لغاية ما طوصل لعمد العين كده تمام يا دكتور لما انت بقى بتعيط احيانا احيانا شوية من الدموع بتاعتك بتمشي في الدكتر دي وتطلع فيه النيزة الكافتي عندك عن طريق مين النيزة الكريمة الدكتر هوريك صورة لها دلوقتي عشان تتصور معايا الموضوع خلاص بس بتبن قوي يا شباب في الاطرات عارف انت لما تيجي تحط اطرة في عينك ساعات تحس بالاطرة آآ في منخيرك تحس بايه 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 زي ما تقول ايه باك انها نزلت جوه منخيرك مش في عينك لو اللي بيحط لنكم اطرة خاصة لو هي اطرة جديدة بيبقى فاهم الموضوع ده كويس ليه بسبب الدكت دي تمام تعال بقى نشوف صورة لها اهو يا دكتور شايف دي الدكت اهي شايف بتاخد من العين اهي وتود فين في الانف في التجويف الانف او في النيزة الكافتي لحديدا في النيزة الكافتي بروبر تمام اهي دي النيزة الكريمة ايه دكت اهي دي من قدام تمام الفتحة بقى التحتانية بتاعتها دي هي دي اللي احنا ميطس تمام فكده يا شوال احنا خلاص كده خلصنا الانفيريور ايه ميطس دي هي تعتبر اكبر واحدة هي تعتبر اكبر ايه تجويف موجود تمام تعال بقى نخش على الميدل الميطس تمام الميدل الميطس زي ما احنا عارفين هتبقى تحت اهي اهي شوف اهي 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 شايف وانا طبعا اطيعها زي ما اطعت الايه الانفيريور وهابص تحتها 해 من التجويف اللي انا بتكلم عنه اللي هو الميتس تمام طيب ده بقى ايه حوار وحوار لان فيه تها تفاصيل كتير ركز معاي اول حاجة عندنا الاثمويدال بولة اللي هي الجزء المنتفخ ده يا دكتور شايف الحتة المنفوخة دي اسمها ايه الاثمويدال بولة طب ايه موضوع الاثمويدال بولة ده قالك الاثمويدال بولة دي بتحتوي على الابنينج بتاعة الميدلاثمويدال اير ساينس تقول لي ايه الاير ساينس دي بص يا دكتور الار ساينس كده كده انت هتدرسها تمام بس عبال ما تدرسها ماشي اواريك سوراليها ببساطة شريدة يا دكتور الار ساينس هي عبارة عن اماكن في العظم بتاع الجنجومة عندك الاماكن دي يا دكتور بتبقى مليانة هوى فبيسموها اير ساينس زي ما انت شايف كده عندك مثلا الفرونتال اير ساينس اه قدام يعني انت قدام اهو اهو دي طبعا الانف بتاعتك فوق الانف بقى في الحتة دي اللي هي بتنونل اخدر دي دي حتة جوا العظم عندك مجوافة مليانة هاوى ماشي؟ جوا العظم مليانة هاوه هي دي الاير ساينس اللي احنا بنتكلم عنه تقول رام بساة اول كده انت هتدرسهم في الاماكنه اللي انت فيه دون بس انا بفهمك ايه الips? عشان لما تسمع ان فيه بتاعت الميدل اثمويدا الips sinus اه انا فيهمي يعني ايه كلمت اير ساينس طب ميدل اثمويدال دي كده كده انت هتدرسها بالتفصيل ولكن عباية اللي ما تدرسها ادي دي مين؟ دي الipsmoid sinus اللي هي باللون الايه الازراق دي شايف?, دي ايه الipsmoid sinus تعال اقارك بقى ايه ال placing ithmoid air sinus اللي هي هتكون يا دكتور في النص دي شايف اللي في النص دي؟ بص هي الآيثمويدائر صاينس عزينا انت شايف كده يعني ايه لو بصلا ايه ما تلقى بالعرض تمام هي منها انتيريور خلاص ومنها ايه سكيريور ومنها sidoobile اللي في المدل بقى انا اعجز الالي في المدل تمام بتاعت مين الآيثمويد اير ساين نس تمام طيب عزيم اول كلام يبقى احنا كده فهمنا حطة ان الاثمويد البولة بتحتوي على ايه على بتاع المدل اثمويدال اير ساينس quotes يعني حطة في العظم مليانة ايه هو خلاص وكده كده انت هتدرس ازا ملتلك بالتفصيل عبار ما نوصلها بس الميدل وان علشان الاثمويد اير ساينس منها انتيريور مثلا ومنها ميدل وهكذا انا عايز الميدل بقى ليه علشان الحاجة التانية او الفيتشر التانية اللي موجودة في الميدل ميتس او التجويف اللي هو في النص دوا حاجة اسمها هييتس مليونيرز اسمها ايه هييتس مليونيرز حاجة اسمها ايه يا دكتور هييتس مليونيرز فين الهايتس مليونيرز ده يا دكتور اللي هو ده شايف الحتة دي حتى الشرق. تبصي علشان على نور. انا اعجل بالجزء travaille بقى بقى هناك بقى. بس شايف lässtا دي أنا عايز an bless... هيا دي الحتة اللي بيتكلمه. اللي هي الغيتام مちゃحkeeping عاجق هيا الأخ طيب طاني حاجة بتحتوي على ايه? تحتوي علىентيني الابيننج بتاعs الأنتيريور أزمويدل آآ اير ساينوس تمام لان احنا قلنا تحتوي على المادياب اثمويدل اير ساينوس بينما ما اللي عندنا دي اللي هيا اهو حتى لديه مين؟ دي الفاتحة حتى بقولك دي بتاعت ماذا تمام موجودة في ت würdeه احنا اتكلمنا عنه اما السم26 مانشي ماشي ده الاسم ده وده صح. اللي احنا شاولنا عليه اللي هو ده. قالك ده بقى بيحتوي على مين? قالك ده بيحتوي على الوبنينج بتاعة الانتيريور اثمويدال اير اير صاينوس تمام. وبيحتوي كمان على الوبنينج بتاعت مين المكزيلاري اير صاينوس. وكده كده انا فهمتك يعني كلمة اير صاينوس. وكده كده انت هدخدهم بالتبصيل الممل ان شاء الله قدام. تمام? حلو اول كلام. اخر حاجة موجودة في المنطقة دي حاجة اسمها الانفانديبيولام. الانفانديبيولام دوان. بص دي البولة تماموM ما له إنفانديبلون دوان. قال لك الانفانديبلون دوان بيحتوي على بتاع الفرونتو نيزل داكت. ايه الفرونتو نيزل داكت? شايف يا دكتور اللي هالبتاع اللي شبه الفتلة دي? دي فتلة على فكرة. هو مدخلها هنا عشان يوريك ان في داكت هنا. ان في قناة. دي بتاعتها من تحت ودي بتاعتها ايه من فوق? دي يا دكتور اسمها او احد اللي موجودة عندنا. تمام? اه دي بتبقى متصلة زي ما انت شايف مع الميدل مايتس. وفاهمتك يعني كلمة الميدل مايتس اللي هو التجويف الطجويف الاوسط دة ماشي عن طريق فتحة هنا هو. عن طريق فتح هنا موجودة فين? موجودة في الانفانديبلون داو. تمام؟ موجودة فين في الانفانديبلون داو وہ سنبقى قدام ال ايه? الـ آآ البولة. وفوق الايه? الهية السميلونيرز. حلو؟ طيبة. عزيم. كده احنا خلصنا اللي موجودة في المنطقة دي. من منطقة الميدل ميتس. تمام? تعالا نشوف بقى ايه? السوبيريور ميتس طبعا عشان نشوف السوبيريور ميتس لازم تشوف مين السوبيريور كونيكا والميتس بتبقى تحت الكونيكا. دي زي ما انت عارف الايه? السوبيريور كونيكا. الحتة اللي تحتها بقى اللي هو مش هور لك عليها دي مين? دي السوبيريور ميتس. حتى هو هو كتبها لك اهو في الجنب اهو سوبيريور نيزل ميتس. الولح الجزء ده. تمام? ده مين ده السوبيريور نيزل ميتس? قال لك ميلو بقى السوبيريور نيزل ميتس ده في ايه? قال لك ده بقى ب بيحتوي على بتاعت البستيريور. في الار سينز بيحتوي بتاعت مين? الق hoch.esi للكلام الخلفي. بستيريور ما كهي لزيء الار سينز بستيريور 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 Purdue Alive sinus. بده على فكرة منطقي. حنا كده أخدنا لي تلات مرات مرة انتيريور ومرة ميدل ومرة توستيريور. تمام? الانتيريور موجودة فين صحنا حضرتك في الهيطة ماشي هنا هو. وده منطقي لان نقع استرعت في الانتيريور بينما الميدل موجودة في الايه في البله? اهي دي الفتحة بتاعتها. المين? اللي هي اه تمام؟ بتحتوي على المين على الميدل على على المين؟ على الميدل. علشان يجي اللي في الاخر اللي هو مين؟ الحتة اللي في الاخر خالص اهو اللي هي تحتوي على فتحة كده انت فاهم وعارف ليه قلت على حسب الترتيب بتاعهم هون من ايه من قدام الوراء اهو اللي قدام خالص في والميدل في البولة واخيرا البستوريور اللي موجود في السوبيريور ميتس تمام الفتحة بتاعد اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في السوبيريور ميتس تمام طيب اخر حاجة بيقولك ان في حاجة اسمها سفينو اسمويدل رициس يا شباب يعني ايه تجويف بص قالك التجويف ده بيبقى فوق السوبيريور نيزال اهه اه كونيكا تمام دي طبعا السوبيريور نيزال ايه كونيكا او وتحتها زي ما احنا متفقيين السوبروميتوس فوقيها بقى فوقيها . الحتة اللي فوق دي. الحتة اللي فوق دي ماشي اسمها ايه اسمها سفينو اثميدارسيس. ر이�س زي ما احنا متفقين يعني ايه تجويف تمام? مالو بقى التجويف ده. قالك بيحتوي على بتاعة حاجة سفينويدال اير شاينس. اير ساينس وفهمناها يعني حتة في العظم اليان هو. ايه سفينويدال اي اير ساينس اذا انت شايفها دي. شايف حتة اهو? مليانة هوا. حتى هوا مشي لك الفتلة اهي. شايف الفتلة? اهي. ما مشيها هالك. عن طريق الفتحة اللي انت شايفها قدامك دي. فالفتحة اللي انت شايفها قدامك دي موجودة في اللي موجود فوق السوبيريور كونيكة. يعني بتاع دي. دي يا دكتور اهي. دي. تمام? فوقيها بقى. الايه الريسس اللي احنا بنتكلم عنه. بيحتوي على دي اللي انت شايفها هذا هو احد صفيل نجاح و اسمع لك انه هو صفيل هم سفينويدا و اكتشاف اللي انشاء الله ناخد وهو ربنا وفقكم